منذ منتصف عام 2014 اثطر الملايين إلى الفرار من مدنهم في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالة وكاركوك وأجزاء من محافظة بابل عقب سيطرة تنظيم الدولة وبدء العمليات العسكرية التي شنتها القوات الحكومية لاستعادة السيطرة على تلك المناطق وعلى الرغم من إعلان الحكومة استعادة المناطق من أيدي تنظيم الدولة إلا أن أكثر من نصف النازحين لا زالوا يعيشون في المخيمات غير قادرين على العودة إلى مناطقهم التي دمرتها المعارك هناك العمليات العسكرية والقصف العشوائي تسبب بنزوح أكثر من خمسة ملايين شخص من مناطقهم إلى المخيمات المنتشرة في مناطق مختلفة من البلاد بحسب وزارة الهجرة والمهجرين العودة إلى الديار أصبحت من أهم متطلبات النازحين لأسباب عدة أهمها البطالة والثرار العائلات إلى إرسال أطفالهم إلى سوق العمل بالإضافة إلى رداءة المأوى وسوق الخدمات من مياه وطعام فضلا عن الحاجات الأساسية الأخرى أما سبل العودة فتكاد تكون معدومة بالنسبة للنازحين وذلك بسبب دمار مناطقهم وبيوتهم وعدم جدية الحكومة بإعادة إعمارها بالإضافة إلى عمليات القتل والتصفية التي تقوم بها الميليشيات التي تسيطر على تلك المناطق ضد العائدين بحجة تعاونهم مع تنظيم الدولة المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز أشار إلى أنه وبالرغم من استعادة القوات الحكومية المناطق من سيطرة التنظيم فقد أقر أنه لا يزال هناك أكثر من 55% من النازحين خارج ديارهم إذ أن نسبة من عادوا إلى مناطقهم الأصلية في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالا والأنبار لم تتجاوز 45% من إجمالي عدد النازحين الحلول الحكومية لا تتعدى كونها وعود انتخابية عن تسهيلات لعودة النازحين فيما تزال آلاف العائلات ترزح داخل مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة كثمن لما قيل عنه الحرب على الإرهاب